السلام عليكم متتابعي قناة ديفيكس تيفي الفلاحية مرحبا بكم في درس جديد وفيديو جديد بعدما شرحنا في الدرس السابق حشرة الدبابة البيضاء لاموش بلونس وطرق مكافحتها إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا واضغط على زر لايك ونشر الفيديو لأصدقائكم التقنيين الفلاحيين للإستفاة إذن تشكل حشرة الدبابة البيضاء من أخطر الحشرات على الإطلاق إذ تسبب أضرار بالغة خصوصا على نبات الطماطم حيث تتغذى على العصارة النباتية وتنقل حشرة الدبابة البيضاء من نوع طبسي العديد من الأمراض الفيروسية حوالي 30 مرض أو أكثر خلال عملية تغذية اليرقات والحشرات الكاملة على نباتات مصابة وكذلك يعني تستغرق عملية انتشار العدوى من النباتات البرية المريضة إلى النباتات الحساسة تقريبا من بضع دقائق حتى عدة ساعة إذن الآن نشرح شكل الحشرة أولا البيضاء طولها حوالي 0.2 مليمتر وشكلها دائري كما أنه يتم وضع البيض على السطح السفلي للأوراق ويكون لون البيض غالبا أبيض اللون عند وضعه لكنه يتحول إلى اللون البني بعد ذلك كما يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 1200 بيضاء لكل حشرة طور الثاني بعد البيضاء وهو طور الحرية تسحف الحرية لما سافى صغيرة جدا ثم تستقر وتبذأ مرة أخرى في التغذية وعندما تستقر لا تتحرك تانيا وغالبا يكون لونها أبيض مخضر إلى بيضاوية الشكل شكلها بيضاوي مخططة وبها بعض الأشوك وتنتقل إلى مرحلة الطور الانتقالي للحشرة غالبا يكون طولها حوالي 0.7 مليمتر وتبدأ العين الحمراء للحشرة المميزة للطور البالغ في الظهور المرحلة الأخيرة وهو الطور البالغ للزدولد غالبا طولها 1 مليمتر للحشرة الوحيدة أجنحتها بيضاء غالبا جسم يكون أصفر ويرجع على الأبيض التلجي إلى إفراز الشمع على الجسم والأجنهة كما أن حشرة الدبابة البيضاء الكاملة تخرج من العدراء وتظهر من خلال فتحة في جلد العدراء المغطة بالشمع الأبيض وفي الصباح تصبح نشطة ومتحركة بسرعة أثناء النهار عندما ترتفع درجات الحرارة وتبقى معلقة في الهواء لموتا تقريبا ما بين ساعة بعد خروجها وبعد ذلك من الممكن أن تتحرك لمسافات كبيرة من المعروف أن حشرة الدبابة البيضاء تعيش فترة ما بين من 15 يوما إلى 20 يوما تضع الأنت بيضاء على السطح السفلي للأوراق النباتات قصة النباتات الطماطم أما في صورة فردية أو في مجموعة دائرية كذلك فترة الحضانة للبيض تختلف حسب درجة الحرارة والرطوبة يعني أن البيض يفقس في درجة حرارة ما يعادل 21 بعد أسبوع تقريبا كما وجد أنه في درجة حرارة 25 والرطوبة نسبية ما يعادل 75% من الرطوبة وفترة الحضارة من 6 أيام يعني تأثير الحرارة والرطوبة لو تأثير موجب على فقس البيض وتقل المدة كلما ارتفعت درجة الحرارة إلى أن البيض لا يفقس في درجة حرارة أعلى من 22 درجة الآن ننتقل إلى الخسائر الاقتصادية لحسارة الدبابة البيضاء ناموش بلانش يعني الدبابة البيضاء تسبب خسارة مباشرة بتغذيتها على أوراق النباتات وذلك بالدقب وامتصاص العسارة النباتية من المجموع الخضري وكذلك يعني تسبب تغذية الدبابة والحريات على النبات بعد الضواهر الفيزيولوجية كمثال ضعف النمو أو التقزم كما أنها تكون نقاط إصابة على سطح الأوراق مسببة لتجاعد وتساقط الأوراق نتيجة لامتصاص الدبابة للعسارة النباتية مما يقلل قدرة النبات على إنتاج الثمار وبالتالي نفقد الكثير من النباتات كما تسبب أيضا أضرار غير مباشرة كنقلها للأمراض الفيروسية وإفراز المادة العسلية في جميع أطوارها وخاصة الطوارين الأخيرين من الحريات إذا تتراكم المادة العسلية على سطح الأوراق يترمو عليها الفيضريات ويترصب عليها الغبار وكذلك بيتالي تمنع عمليات التمثيل الضوئي لفوتو سنتيز وعمليات فيزيولوجية أخرى للنبات وتظهر غالبا هذه الأعراض بوضوح على نبوتات القرعيات ذلك يعتبر الذبابة البيضاء من نوع بمسا تبصي الأكثر أهمية إذ ينقل ما لا يقل عن 19 نوع من أمراض الفيروسات ومنها المرض الخطير مرض إصفرار وتجاود أوراق التماطم الفيروسي على نباتات التماطم بما يصطلع عليه تلك في والمسؤول عن إصابات محصول الطماطم يعني الدبابة الويضاء تنقل العدوى عن طريق امتصاصها للعصارة النباتية التي تحتويها الفيروس من الأعشاب أو النباتات المصابة إلى النباتات الغير مصابة السليمة وتستغرق عملية امتصاص من النباتات دقائق معدودة كما أن عملية تلقيح النباتة السليمة في الفيروس تتطلب أيضا دقائق أخرى معدودة فما يمكن للحشرة الاحتفاظ بالفيروس لفترة تقريبا 20 يوم تنقل من خلالها فيروس التفاف أوراق الطماطم الأصفر بصفاء متقطع ما يصطلح عليه فيروس تلك في يعني أيضا الدبابة الناضجة وحدها تستطيع نقل الفيروس أما الإينات أكثر كفاءة من الدكور بسطة أعضاف كمعنى هذا الفيروس لا ينتقل بالوسائل والعمليات الزراعية وعليه في أن عوامل الإصابة الأساسية هي وجود نباتات طماطم أو نباتات أخرى أو أعشاب بالضيعة الفلاحية يعني مصابة بالفيروس وكما يعني تعمل كمخزن لهذا المرض نستندج أن وجود الدبابة البيضاء يعني يشكل خطر على نباتات الطماطم يعني إلا أن الدبابة البيضاء هي التي تقوم بنشر الفيروس إذن يعني خلفا للاعتقاد الساعد عند بعض الفلاحين يعني أن العمليات الزراعية والتوريق للفوياج أو التقليم أو لبوجناج أو ملابس العمال تساعد على انتقال الفيروس وهذا خطأ كبير يقع فيه بعد الفلاحين وكما يمكن القول بالنادي عمليات لا تزيد انتشار الإصابة على الإطلاق فيروس إسفرار وتجعد أوراق الطماطم تيركفي ليس له علاج والحد من انتشاره يكون بمكافحة الدبابة البيضاء التي تقوم بنقله وذلك يعني بالأساليب الكيموية المعروفة الأدوية الكيموية والمواد الفعالة والبيولوجية أو الطرق التطبيقية أي أنه يجب اعتماد على المكافحة قبل حدود الإصابة بالفيروس ومن بين طرق مكافحة الذبابة البيضاء يعني استعمال المكافحة الحيوية يعني استعمال حشرات نافعة مثل حشرة أنكرسيا فرموزة التي تضع بيضها على حريات الذبابة البيضاء وبعد الفقص تكمل نموها داخل الحريات ثم تخرج منها بعد أربع أسابيع تقريبا يعني وتكون الحرية السوداء اللون إلا أن استخدام المكافحة الحيوية لم ينتشر بصورة كبيرة لدى الفلاحين يعني المكافحة الحيوية لها إيجابيات عديدة منها حفظ التوازن البيئي هو التقليل من استخدام المبيضات الحشرية الكيموية والتي قد تعمل الحشرات على خلق مناع ضدها بالإضافة إلى ترصيب من تباقيتها داخل التمار إعمال طرق المكافحة التطبيقية يعني استعمال الشباك بوضع على الأبوب والفتوحات والشبابيك في البيوت المحمية لمنع دخول الدبابة البيضاء يعني هذه الطرق تعمل كحاجج تبيض الحشرات عن النباتات ويجب أن تكون فتحات الشباك لفلي الصغر من حجم الدبابة حتى لا تسمح بالمرور من خلالها ويجب أن تكون عمالات الكوتور لطنشتي بشكل جيد أعشاب لموفيز إغف حيث تشكل أعشاب ضرع أماكن هامة لتكاطر واختباء الذباب البيضاء فتكون مخزنا للفيروسات ويفضل استعمال الألواح السفراء لبون جون يعني أليم من المعروف أن الدبابة البيضاء لها خاصية لإنجادها بنحو اللون الأصفر وعليه تعلق قطع من الألواح السفراء يعني بعد ذلك نهاب بمادة لاسخة وذلك بتخصيص قطع واحدة لكل عشر أمتار مربع في البيوت المحمية يعني عدد القطاع تقريبا خمس قطاع لكل عشر متر مربع وبهذه الطريقة يمكن صيد الحجارات الطائرة من الدباب والتي تسربت إلى الداخل من خلال الشباك أو الفتوحات كما يمكننا أيضا مكافحة الضبابة البيضاء عبر عزل نباتات الطماطم بعيدا عن المناطق التي توجد فيها بيوت المحمية لنبات الخيار بمسافة كبيرة إذا أمكن ذلك ويجب أيضا انتقال نباتات مقاومة للفيروس ما يعني يتبقى لدينا عن مكافحة الكيميائية بالأذوية يعني عند إجراء الرش تكون جميع أطوار الذبابة البيضاء موجودة تقريبا على سطحي ورقة النبات ويمكن للرش السطحي أن يحقق مكافحة مئة بالمئة للحشرات الطائرة على بالها إلا أنه لا يقضي على الأطوار الأخرى التي تختبئ في السطح السفلي للأوراق والتي تتطور بسرعة لتصل بحشرة بالغة وتضع بيضها قبل الرش التانية وعليه يجب تكرار الرش في فترات متقاربة من أربع إلى خمس أيام خاصة في المجتل والأيام الأولى بعد نقل البلونت إلى الأرض يعني يمكنك استعمال المواد الفعالة التالية للقضاء على حشرة الدبابة البيضاء ويجب الاستمرار في برنامج الرش بمجموعة من المواد الفعالة المختلفة بالتناول لأن حشرة الدبابة البيضاء تقوم بمقاومة هذه المواد الفعالة إلى حين ظهور الأسهار والطمار وبعد تعامل النباتات أسبوعية يعني في حالة وجود الدبابة البيضاء مالأخذ في الاعتبار فترات الأهمال لضار أما بنسبة كنترول الدبابة البيضاء يجب وضع خمس لوحات صفراء في البيت المحمي ويجب مراقب دعاء مرة في الأسبوع وبهذا يكون درس اليوم قد انتهى إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة البيضاء ليتركب الجديد والتقس على الجرس ليتركب الجديد في الحين ولا تنسى التقس على جر لايك ومشاركة الفيديو ترجمة نانسي قنقر